موسيقى اكد وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة تنفيذ الهدنة الاممية والتركيز على تحصيل الاموال لتمويل الالة الحرب واثراء قاداتها على حساب الشعب اليمني وقال وزير الخارجية في تصريح لوكالة سبائن ميليشيات الحوثي تجني 90 مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة وتتهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين واعرب وزير الخارجية عن اسفه لاستمرار ميليشيات الحوثي في فرض المعاناة على اليمنيين والمتاجرة بها لتحقيق اجندتها السياسية واشار وزير الخارجية الى ان ميليشيات الحوثي ما تزال تعرقل تشغيل رحلات مطار صنعاء وفتح طرق تعزة رغم انقضاء اكثر من شهر من عمر الهدنة الانسانية واكد وزير الخارجية التزام الحكومة بتنفيذ الهدنة بكل عناصرها دون انتقائية وجدد دعوة الحكومة للمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي الارهابية لتنى المحافظة على الهدنة واستغلالها كنافذة للسلامة وفي ذات السياق رفضت ميليشيات الحوثي التفاوض حول فتح الطرق المؤدية الى مدينة تعز المحاصرة منذ العام 2015 وشرعت في استحداث مواقع قناصة في محيط المدينة وافد نائب رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بفتح الطرق في تعز محمد المحمودي بانه لا توجد اي نقاشات حول فتح المعابر الى مدينة تعز حيث امتنع الحوثيون عن ذلك ولم يرسلوا اسماء اعضاء اللجنة التي تمثلهم في هذا الملف وقال المحمودي ان مكتب المبعوث الاممي لم يتحرك في هذا الشأن ولم يتخذ اي موقف وما زال الى الان يقول انه يحول اقناع الحوثي بتسمية اسماء فريقه خلال هذه الفترة للتفاوض استهدفت قناصة ميليشيات الحوثي في تعز اليوم المواطنة زعفران حزام احمد البالغ من العمر ستين سنة وقال مراسلنا في تعز ان المواطنة زعفران حزام من سكان حي البعرارة غرب مدينة تعز اصيبت برصاص قناصة ميليشيات الحوثي المتمركز في جبل وعش هذا وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها اليومية للهدرة واستهداف المدنيين حيث شهدت الايام الاخيرة عملية قنص مماثلة لعدد من المدنيين في تعز شهد رئيس هيئة الاركان العامة قائد العملية المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز حفل تخرج الدورة الثانية قيادة وسيطرة التي اقامتها هيئة العمليات الحربية وادارة شرطة محافظة مارب لكافة وحداتها الامنية واشد رئيس هيئة الاركان العامة بالجهود المبذولة من قبل هيئة العمليات بوزارة الدفاع وشرطة مارب واسهامهم المتميز في تطوير قدرات وامكانيات المتدربين بما يمكنهم من اداء مهامهم بشكل احترافي وعلى اكمل وجه واكد الفريق بن عزيز على اهمية مواصلة هذه الجهود والتعاون المشترك بين القوات المسلحة والاجهزة الامنية حتى القضايا على ميليشيات الحوثي الايرانية واستعادة امن واستقرار كل مناطق اليمن ونوه الفريق بن عزيز بالدور التاريخي للاجهزة الامنية في حماية امن مارب والجمهورية والنجاحات والانجازات التي حققتها في السنوات الماضية ضد الارهاب الحوثي الايراني قالت مصادر محلية في محافظتي بن ميليشيات الحوثي اقدمت على تغيير عدد من خطباء وامة المساجد في العديد من مدريات المحافظة على خلفية رفضهم التمهي مع خطابها الطائفي الذي زاد خلال الاسابيع والاشهر الماضية واشارت المصادر الى ان ميليشيات الحوثي قامت الجمعة بتغيير جمال الشجاع خطيب جامع الرضائي في مركز مديرية الشعر شرقي محافظة اب في ظل انشطة حوثية مكثفة تهدف لتفكيك النسيج الاجتماعي وتغيير هويته وافادت المصادر بان وجاهات محلية عدة بمديرية الشعر سعت لاثناء الميليشيات عن قرار تغيير خطيب جامع الرضائي وعدم الزج بالمجتمع ضمن صراعات طائفية غير انها فشلت في ذلك واوضحت المصادر بان غالبية المصلين غادروا الجامع اثناء صعود الخطيب الحوثي من بر الجمعة وسط دعوات مجتمعية واسعة للتصدي للنشاط الطائفي ومشروع الحوثنة كشف المحامي عبد المجيد صبرى الذي يتولى التراف عن المختطفين لدى ميليشيات الحوثي عن وجود اربعة صحفيين في سجونها لم يكن احد يعلم باختطافهم من قبل وقال المحامي صبرى ان من ضمن الصحفيين الاربعة الذين تم الكشف عنهم مؤخرا الصحفي نبيل السداوي الذي اختطف من قبل جهاز الامن السياسي سابقا في النصف الثاني من عام الفين وخمسة عشر وتعرض للاخفاء الكسري والتعذيب الشديد ولم تتم احالته الى النيابة الخاضعة للميليشيات الحوثية الا بعد مرور اربع سنوات على اختطافه وقال صبرى ان المحكمة المتخصصة بقضايا امن الدولة والارهاب الخاضعة لميليشيات الحوثي في صنعه اصدرت حكما بسجن الصحفية السداوي ثمان سنوات ووضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات كما امر القاضي الحوثي باخضاعه لدورات طائفية اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك حرص الحكومة على ضمان استقلال القضاء ومنع اي تدخلات في سير العدالة او المساس بحيادية القضاء وثمن رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم لمحكمة الاستيناف بالعاصمة المؤقتة عدن الجهود المبذولة لتفعيل اداء كافة الهيئات القضائية في المناطق المحررة بما يكفل حماية الحريات والحقوق المدنية وحل المنازعات التجارية وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحديث وتطوير البناء المؤسسي والمنظومة التشريعية للقوانين ذات الصيلة بالعمل القضائي وثمن رئيس الوزراء حرص رئيس مجلس القيادة الرئاسية على تفعيل عمل المحاكم والنيابات وقيام السلطة القضائية بدورها باستقلال وحيادية لخدمة المجتمع والنظر في قضايا المواطنين والبث فيها وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وزارة الأشغال بسرعته تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق المكلس حوت وحل جميع الإشكالات في الطريق وشدد على أهمية استكمال تنفيذ مشاريع الجسور المتعثرة تنفيذها في محافظة حضر موت ووقف اللواء البحسني على نشاط وزارة الأشغال العامة والطرق ومشاريعها المنفذة وقيد التنفيذ في محافظة حضر موت وخططها للعام الحالي والتدخلات من قبل المنظمات الدولية في قطاع الأشغال العامة والطرق والجسور في المحافظات المحررة وحضر موت على وجه الخصوص وطلع اللواء البحسني على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل المدخل الرئيسي لمديرية غيلبا وزير وجولة الستين والمدخل الشرقي للمديرية ووجه إدارة مشروع النظافة والتحسين في مديرية غيلبا وزير برصف وتحسين الشارع الداخلي لمنطقة القارة والشارع الداخلي لمدينة شحير وإنشاء مجسم في الشارع الرئيسي للمدينة طلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطر اليوم على مشروع تجربة زراعة الخضار بنظام الهايدرو بينك الممول من جامعة سابينزا الإيطالية في منطقة كشعهين بمحافظة سقطر ووقف الوزير السقطر على همية احتياجات المشتل الزراعي والتحديات الماثلة أمامه ووجه المختصين في مكتب الزراعة بتلبية احتياجات المشتل وإنشاء خزان مائي فيه إلى ذلك تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سير العمل بمكتب الزراعة والري بمحافظة أرخبيل سقطر وناقش مع مدير المكتب في المحافظة يحيى بن ماجد احتياجات المكتب والقطاع الزراعي وأكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات المكتب وأولوياته لإنعاش القطاع الزراعي في المحافظة والإسهام في تغذية السوق المحلية بالخضار والفواكه انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم في مدينة تعز المنشد والحافظ لكتاب الله الكريم المبدع سار الأغبري بعد حياة حافلة بالعطاء ويمتلك سار الأغبري سجلا حافلا من القراءات في القرآن الكريم حيث شارك في عدد من المسابقات القرآنية المحلية والدولية إضافة إلى مجموعة من الابتهالات والأناشيد الجميلة وتداول ناشطنا صورا للأغبري بعيد وفاته حيث وافته المنية إثر ذبحة صدرية واصفين رحيله بالفاجعة وقال الناشطنا إن رحيل الأغبري يمثل خسارة فادحة للوسط الفني اليمني باعتباره أحد أبرز رموزه لا سيما في محافظة تعز تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعونا ترجمة نانسي قنقر